السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا فيديو جديد و ادبارة 22 و الى القطة سوف نتايع ان يكون كما تشوفوا اول حاجة نعملها سلاتة موزاريلا انتما احرارت نجمو تعملوها تماتم و موزاريلا اكاهاو نجمو تزيدوها شوية حاجات بالنسبة لي احبيتها كان شخ شخ كما تشوفوا عملت سلاتة نيكا الحقيقة بالعربي و الا بالفرنسي منعشنوا اسمها بالضبط اما اللي نعرفوا اللي في المانيا يسميه فلت سلاتة كما تشوفوا تتحطى كايكا من غير ما تتغسل فوحتها بدوب شوية ملح زيتها شوية فجل عندي يزيد خيار صغير قاسيته و كايكا ترنشات معناه صغار و حتيتهم معهم حتيت زادة كعبيت تماتس وغيس قاسيتهم جويدين و ذي اسلاتة انتع الموزاريلا بش نحط المكونات الكل مع بعضهم بش نعملو مرشة باية فلفل اكحل زيت زيتونا و بش نحط لها الموزاريلا من الفوق وصلتها متى حادرة بش نحطها في فريجيدير تاوش نتعدى مع بعضنا نتحطي الخبز الفوكاتشا الايطالي معروف برشا في ايطاليا و بنين على الاخر كما تشوفوا بالنسبة للمكونات عملت واحدة خميرة خبز على مغرفة صغيرة سكر مئتين ميليليتر ماء والماء ذيكا متاع الموزاريلا عملت بها الخبز روما تتصوروش قديش يبنى على الاخر بالنسبة للماء حسب تقريب الكل في الكل استعملت 350 ميليليتر بين ماء و ماء متاع موزاريلا طبش نحط كمية زيت زيتونا عملت 3 مغرفة كبار زيت زيتونا طبش نحط كمية الفارينا بالنسبة للخبز الفوكاتشا القويم تاوي يكون تريعا الاخر بالنسبة لي بديت ب350 جرام فارينا و من بعد بش نزيد بش نستحق معناه الكل في الكل 450 جرام كما تشوفوا قاعد نضيف الفارينا بشوية بشوية و انخلط مش تعجنوا معناه جزت تخليطه كهو ووقت اللي تحسوا العجنة متاعكم معناه ولاية متماسكة تكبست شوية ووقتها تقصوا من زيادة الفارينا كما تشوفوا القويمة متاع العجن كنبدأوا نعجنوا فيه من اللول نزيدوا في الفارينا تكون العجنة اللي تتلصق على الاخر ما تخافوش منها زيدوا الفارينا بشوية بشوية و ردوا بالكم ما تردوا هيش عجنة كاسحة ازما تكون تريعا اكثر من الكاسحة بالنسبة لاي استحقتلي 450 جرام فارينا تناجموا انتوما تستحقلكم 500 جرام فارينا 550 جرام بتبيع انتوما ونوعية الفارينا اللي عندها هذه العجنة متاعي بعدما كملت ختمتها بالبيتة ومقاليقين بش ننقلها في صحفة الصحفة ديك حتيتها الزيت معناه ملوطة متاحة وبالنسبة للعجنة كما نشوفوا فيها ياسر تتلصق حتى كي قاد نشد فيها بداية معناه قاعدة تلصقلي في السويب عمتاعي حتى نضيفها قاعدة حتى نضيفها بداية ونضيفها ترتاح في عقلها على قد ما ترتحوه الخبزة على قد ما بعض يعطيكم نتيجة ياسر محلاها بالنسبة لاي خليته بالضبط 4 سوية حتى اعطاني النتيجة اللي حاجتي بها بالضبط حتى نتعادوا مع بعضنا تحتي بالنسبة لاي بخطس البناخ بالبقري كما تشوفوا اول حاجة عملتها حتيت حمص الحم الحم مقصوص ديكوب حتيتهم يتيبوا في الكوكوت 10 دقائق بالضبط بقطرة الحمص و الحمد نضيفها الفول بقري بالنسبة للفول لا تدريت بقري وبريدنا نتضيفها الخمس بقري أحضرت على جنب تنجرة حتيت فيها حمد الحم قسيت كاكة ديكوب الفول على جنب بصلة مثل organizations ونقصهم جميل وكيف نضيفها ثوم هذه ثوم جميلة كمية تمات المعجونة مغرفة كبيرة تمات المعجونة مغرفة صغيرة هريسة عربي فوحة بالملح كركم فلفل اكحل هريسة شايحة فلفل احمر ثم بودر كمية الكافية وفوحة بالنسبة للفاحات كما العادة مع دنوس شايح سيبولات كلافس شايح فاحمة سوب وش نحط زيادة مع دنوس كونجولي البرغل متاكمت نجموه دي دوه سبناخ بالنسبة لها ما حبيت نحط حبيت ويكون البرغل كما السوب وش نحضر مع بعضنا تبيخت السبناخ متانا كما تشوفو خذيت معنا علاجنا بتنجرة اخرى حتيت فيها مغرفة ونص تمات المعجونة وش نحط زيادة في سوس ثوم خذيت ستة في سوس ثوم كبار باش نعملهم بالرحة ديكا وش نحط مع بعض كمية الهريسة العربي هذه كمية الثوم بعد ما كملت فرمتها الكل دجا قعدة نفرم في الثوم ومقوية شوية على الجاز بالنسبة لتبيخت اللفت معناها كيف تجيو طيبوها عادي كان لونة مات معناها تبدل شوية رون بعد تبانر حتيت مغرفة كبيرة هريسة عربي وتعوش مفوح نفس لفاحات ملح كوركم فلفل لكحل فلفل أحمر وإلا هريسة شايحة حتيت زيادة فلفل أحمر وش نحط زيادة متابل بالنسبة للتابلة دايرة وتابل واحد موش تابل مفوح وإلا موش تابل وكروية طيب بعد ما حتيت لفاحات الكل طيب بش نحطك الحمصة بش نحطك الحمصة داكة الفول بش نمرق بشوية بالماء وبش نحط كمية السبناخ على جناب لنا سرعت لكم في المرحلة هذي بش ما يكونش الفيديو طويل عليكم برشة خديت 500 جرام سبناخ خسلته بالبهين نظفته وقعدت نقص فيه ونحطه ديريكت في التنجرة بالنسبة لكمية السبناخ رو 500 جرام ما تقولوش كمية كبيرة رو سبناخ ذاك الكل رو بشيبة بالتأتيب بشيبة بالتلوطة كما تشوفو دجال فولوم تاوهبط على الاخر حتيت زوز جرون فلفل معناه بش نخليت بيخة مطاعي تاوش نتعديه مع بعضنا للبرغل بالنسبة لي عملت زوز كيسان تاي معناه برغل ذاكا وبش نخلي البرغل يتيب في راحته تاوش نتعديه مع بعضنا تاوش نتعديه مع الخبز فوكاتشا بلاتو متع فورد بمأنه الخبز يتلسق بش نعونوه معناه بش نجمو نحلو الخبز ذاكا نعونوه بزيت زيتونة بش نحل الخبز ذاكا على بلاتو متع الفورد بش نعمل هكا فيه شوية ثقاب معناه بسوابة بش يعطينا شاكل مزيان وبش نفوح الخبز ذاكا بش نحط شوية كليل شوية حبق شايح شوية ديزر بدا بخوفانس بالنسبة للحاجة هذي حاجة اختيارية بالنسبة للي معناه اللي مايحبش لحشايش في الخبز راوي نجم يستغنى عليه سينوه بالنسبة للخبز الفوكاتشا الاسلي راوي عملوه بال بالكليل كل اخضر زعتر اخضر زادة يحطوه يبدو راقي زي بالنسبة لليم عنديش حبيت نعمل بالشيح هذومه نشوفوا اللينا سبقتكم بالحتيات بالنسبة للكليل والزعتر زيتهم شوية زيتونة فاستوم فرمتو معاهم ودهنت بيه الخبز المتاي الكل تاو الخبز المتاي ببقالي كيبش نزينو شوية تماتس غيز بسال مقصوص معناه جوية دي كاكتش نحطو زيتون بالنسبة للخبز ذات تفنو فيه كيما تحبوه راوي يجي بنين عالاخر تاو باش ندخل الخبز المتاي على فورم ساخه من اقبل عال 180 درجة نار الفقانية ولوتانية وباش نخليه بالضبط شين دقيق في نفس الوقت البرغة المتايح ذر تاو مقالي كيمش نحطلو سفنيري و جلبانة ديكا حاضرة جوست غسلتها هيكا شوية بالمي حتيتهم معاهم وذيت بارتنا اللي كنت بالنسبة اليوم حابيت نوريكم الخبز كيف تاب بعد ما قاسيتو ماشاء الله تقوش عليه قطر ياسره شوش خفيف بالحق نسحكم تجربوه وقبل شقال الفتر بدرجة كيكا درجين تاو مقالي كيمش نحط البرغة المتايح في الصحاف اشن نحط زادات ميخت السبناخ وذيت بارتنا كون فتكم ولو بإفادة بسيطة وتعموا مقاليكين بشغلكم بسلامة في امان الله وشايا طيبة